الحضارة البابلية نشأت الحضارة البابلية في بلاد الرافدين التي هي العراق حاليا وتعد من أولى المراكز الحضارية في العالم القديم وقد عرفت هذه الحضارة ازدهارا في كثير من الميادين ففي الميدان الأدبي تميزت الحضارة البابلية بنهضة أدبية تجلت في إحداث العديد من المكتبات في معظم المدن والمعابد وخلتت ملحمة جالجاميشا التي تعد من أشهر الأعمال الأدبية وهي قصيدة طويلة كتبت في 12 لوحا من ألواح الطينية مترجمة عن الأصل السومري وفي ميدان الفلك اهتم العلماء البابليون بدراسة النجوم والسماء حيث يمكن التنبؤ مسبقا بانقلاب الشمس والخسوف ووضعوا لعلم الفلك نهجا جديدا في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد وبدأوا بدراسة فلسفة الطبيعة ولقد كانت هذه مساهمة مهمة في علم الفلك وفلسفة العلم حتى إن بعض العلماء اعتبروا هذا النهج الجديد التورة العلمية الأولى كما اعتبر دارس الحضارات القديمة علم الفلك البابلي أساس علم الفلك الذي تطور في الحضارات الإنسانية كلها وفي ميدان الطبي تكشف أقدم النصوص البابلية التي تعود إلى النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد أن البابليين أضافوا إلى طب المصريين التشخيص والتوقعات الطبية والفحص البدنية والوصفة الطبية وعالجوا الأمراض بوسائل علاجية مثل الضماضات والحبوب وفي المجال التقني اشتهر البابليون باختراع العديد من التقنيات بما في ذلك تصنيع المعادن والززاج وصنع المصابيح والنسيج والتحكم في الفيضانات والتخزين المياه وتطوير نظام الري كما استخدموا النحاس والبرونز والذهب والحديد وتجل هذا الاستخدام في تزيين القصور بمئات الكيلوغرامات من هذه المعادن المكلفة للغاية واستخدموا النحاس والبرونز والحديد أيضا لصنع الضروع والأسلحة المختلفة مثل السيوف والخناجر والرماح والصولجانات الحربية ومن أهم ما اشتهرت به الحضارة البابلية بين الحضارات الكونية القوانين التي عرفت بشريعة حمرابي أحد ملوك مملكة بابل وهي شريعة حددت واجبات الأفراد وحقوقهم ونظمت وفقها المعاملات في ميادين عديدة كالزراعة والرعي وقد دولت هذه القوانين باللغة البابلية بخطها المسماري على مسلة من حجر الديوريت الأسود وهي معروضة في متحف اللوفر بباريزة بعد أن عطر عليها سنة واحد ودسعمائة وألف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر